أنا أهلاً من أكون هنا أستمتع في كابتن صالح كما يتحدث عن عني وعلى أهلاً وعلى شهر أن أكون كابتن محسن صالح من كل المشاهدة من كل المكان سعيد جداً أنا لقد سمع كابتن محسن صالح فهو يتكلم كل الوقت ويقول ازاي النادي الاهلي وقع اختياره عليا برغم ان كان فيه اسماء كبيرة مرشحة من مداربين من العالم كله طبعا لذلك انا مش بحتاج حد يشرح لي انا فين انا فين كويس جدا وانا عايف المسئولية كبيرة اللي عليا بشغري هنا في النادي الاهلي لذلك في انه اعرف الدغوط عليida الفترة الجاية إن لم يكن هذه الأولى في إجيبتيا. ولكن لقد رأيت اشعرات في حالة المعاربة في التعامل مع زمالك وأنا رأيت اشعرات مع علي. وأنا رأيت اشعرات في التعامل المتحدة في التعامل. تذكره من الأشخاص الجماليين من الإجيبت وأنا عبت الدغوط اللي بتبقى موجودة على الفرق المصرية بتلعب في بطولة أفريقيا في هبطة الأبطال الأفريقية أنا لعبت قدام الزمالك قدام الأهلي ولمست الدغوط دي وأعرف كابتن سامير عادل الموجود هنا لما كنت ممر متخب بفانا بفانا متخب جنوب أفريقيا ولعبنا قدام متخب مصر وأنا تجمعني بي صداقيا So I know the expectations I know the pressures but I'm a football coach I'm trained to deal with the pressures and you can't come to Ali even at Mammalodi Sundowns there's pressure to win because Mammalodi Sundowns always wins like Ali So if you won the league last year it doesn't matter we won it last year we have to win it again this year we won it the year before we have to win it again So we have won 10 titles now of the league but there's still pressure so pressure is everywhere in big clubs قول طبعا أنا عارف الدغوط اللي عادت بقى موجودة عشان نكسب ونعقل المكسب ده مطلب جماهيري عشان نادي كبير اي نادي كبير وأنا كنت فنقى سامنداونس نادي كبير برضو كسبنا الدور عشر مرات بس الجماهير برضو محتاجة الفوز بتنتظر منك الفوز فقط وده يبقى عليك دغوطات فأنا متعود على دغوطات دي من موقت ما كنت تشغال مع جنوب إفريقيا في جنوب إفريقيا مع سانداونس Mammalodi